السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع بتاعة الوقت يا جماعة عن رجوع ياسمين صبري لزوجها أحمد أبو هشيما وموضوع الترند موضوع ظهورها مع عمر أديب ورفضها أن هي تظهر في البرنامج بتاع عمر أديب وأقول لكم السبب أولا رجوع ياسمين صبري لزوجها جماعة بعد طلاق دام ست شهور ياسمين صبري ظهرت بدبلة أو خاتم خطوبة في أحد الصور فمن ساعة منزلت الصورة دي وكل السوشة الميديا بتقول أن هي هترجع لزوجها أحمد أبو هشيما طبعا قلتلكوا على موضوع حضرهم حفلة السحل الشمالي للهضب عمر دياب وهي كانت هناك وزوجها أبو هشيما كان هناك بس قلتلكوا ما اتجمعوش في مكان واحد وما عادوش مع بعض ولا حتى خدوا صوار مع بعض لكن في صورة نزلة لياسمين صبري في مكان كده ونفس الصورة نزلت لأبو هشيما في نفس المكان فده يدل يا جماعة أن هم فعلا هيرجعوا طلعتوا قلتلكوا على موضوع الساحل وقلتلكوا لأ مش هيرجعوا لكن الموضوع دلوقت حقيقي متصورين في نفس المكان ومنزلين الصورة في نفس التوقيت الموضوع الثاني موضوع ظهورها مع عمر أديب في مقابل أربعة مليون جنيه هتظهر عشرين دقيقة يا جماعة هتتكلم على مشوارها الفني في عشرين دقيقة وطلبت أربعة مليون جنيه لكن عمر أديب قال لها لأ لو هتيجي هنديك أجر مليون جنيه لكن هي رفضت وقالت لأ طبعا أنا لو جيت وخدت مليون جنيه ده يقلل من شأني أو يقلل مني لأن أنا فنانة كبيرة فعمر أديب قال لها هو ده اللي موجود مليون جنيه وبعدين أنا برنامجي مشهور وفي الترند راح يتقالت لأ طبعا أنا مش هذر هو طبعا قال خلاص طالما مش هتخد مليون جنيه ما تظهرش أربعة مليون جنيه جماعة في عشرين دقيقة مقابلة بس يعني هتتكلم على مشوارها الفني لا حولها لكوة إلا بالله ده الخبر اللي كان معايا أتمنى منكو تقولوا رأيكم في توقع